في إطار المنطقة العربية تناولنا الخضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والأهمية لوجود التهدئة وعدم التصعيد وامتناع عن الإجراءات الإحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين إخامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الكدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية والطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وفقاً لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كذلك تناولنا الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبزلها مصر من أجل إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات تعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته ويقيم حكومة تمثل مصالحه وتنهي من تواجد القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد مقدرات الشعب الليبي إليه ضرورة الحفاظ على أطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية واتفاق السخيرات ومثل ذلك من توفقات ليبيا ليبيا وعدم تجاوز ذلك من خلال التعامل مع مؤسسات انتهت ولياتها ووفقا لما كان مخررا ولم تتطلع بمسؤولياتها مصر سوف تستمر في الجهود للتوصل فيما بين مجلس الدولة ومجلس النواب لتوافق حول إطار الدستوري الذي يؤهل لانتهاء المرحلة الانتقالية ويؤتي بالانتخابات التشريعية والرئيسية بالتزامن ونبذل الجهود أيضا في إطار التنصيق بين مجموعة الخمسة وخمسة العسكرية لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي انزلاق نحو استعادة المواجهات العسكرية من الأهمية أن يتم ذلك في إطار يعتمد على التوافق الليبي ليبي وعدم تعدد وازدواجية الأطر حتى لا يتم تعقيد الموقف وبالتأكيد أنه لمصر مسرحة رئيسية بحكم العلاقة الوثيقة فيما بين الشعبين المصري والليبي ووجود العلاقة الوثيقة أيضا فيما بين الشعبين والجوار المباشر والمصالح المتبدلة والحفاظ على الأمن القومي وأيضا التعامل مع قضية الإرهاب والقضاء على هذا التحدي من خلال التعاون مع كافة الشركاء سواء الإخليميين والدولية تناولنا كما تفضل معالي الوزير أيضا الأوضاع في سوريا وهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن السوري وعدم انتشار التواجد لقوات أجربية وأعمال عسكرية لا تتوافق مع مقررات الشرعية الدولية ومثاق الأم المتحدة وسوف نستمر في التواصل مع مبعوث الأمم من أجل تحقيق التنفيذ الكامل لقرار المجلس الأمم 2254 ونعمل من خلال شركانا ومنهم روسيا على الوصول إلى وضع يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها تأكيد أن هناك قضايا عديدة من ضمنها القضايا الأفريقية التي تناولناها وأهمية تدعيم العلاقات والتعاون فيما بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين سواء كان الروسيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة السين وكلها دوائر مصر حريصة بأن تلعب دور يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن وأيضا يصب في مصلحة الجهود التنموية